اشتركوا في القناة ام انت اللي بتشد معهم يا حج بس ما تشدش انت عشان اخوها عصبي وانت فرض ايدك يا اخي وفي واحد بيخطب واحدة يودي لها فايش ما في بسبوسة وفي حاجات حلوة بيودوها العرسان يا انت اديتني يا حج وما قامش وما وديتش انا اليوم اللي انا خلفتك وينسيتك ما يتم الشغال معاك يا حج طول عمري وخلاص سيبنا اتكلم وانا هخلص لك الموضوع دي ما تفتحش خشمك واصلي حاضر يا حج حسكم بس هو اتشد معاهم يا حج عشان بقولك اخوها عصب الله يبارك فيه وانت اخي مقدرش تجيبلك لاسة غير دي لها اربع سنين على رأسك كويس يا حج كويس تعال يلا تفضل يا حج دينا تفضل يا خاطب البن روح للبن ضربوها الله هي بنكتف ان احنا الله يشد لك السلام عليكم علاكم السلام يلي عامل يا حاج كويس يا عامل يا خي كويس مرحبا تفضل يا عامل انت تمام الحمد لله تعالى ياهولدي من هنا بعد اذنك عشان معيك المتين مع الحج يلي عامل يا حاج مرحب يا حج الله يبارك فيكم الحمد الله صلي عالنبي احنا جيناك في موضوع اكيد عندك علم بي عندين علم الحمد الله احنا جيناك بل بين ايد اختك لعبد الناصر يا حج انت غلطان انا مش اختي يا بنت اختي اخت الاخ عبد الله ده بيعني الكلام مع مين مع عبد الله بصراحة مع اخوها مع اخوها فين اخوها اخو قاعد جنبين خدي عبد الله ايوه تعال اقعد جنب الناس يعني انت ملكش كلمة في الموضوع دا لا انا براء من الموضوع دا حج والله اخوها موجود واتكلم معه عبرك ان كده وعب الجيركن بعد اذنك طالا ملكش في الموضوع حاضر احي عشان نعرف نتكلم حاضر احي انت من اولها يا حج انا بغمزك بقولك انت ما عاربش خالها من اخوها ما انا بغمزك بقولك هو الحج عبد الله دا اخوها هو الكبير ابو انت جايلا يا بوي انت لازم توعيني وتنورني ما غمزتك انت ما خدتش بالك انت غمزتني انا هتكلم معه وانا اخوها يا اخي انت كل جوازاتك مطينا بطين على راك وعلى راسك انت دايما جايب لنا الاحراج انا مشيلي جديد زي الله يبارك فيك يا حج طب انا شايف واحد زي البرميل قاعد وشايف واحد عيل صغير جنبه اكلم الكبير واكلم الصغير افشكلها وامشي انا لجيلي ناس يا حج الدوي غيرك انت اللي بيمشيلي في الكلام دا احنا دلوقتي اكيد عندك علم بالموضوع انت برضو احنا جايين طلبين ايد اختك لعبد الناصر احنا نشتري راجل والله يا حج لا سيبك من الكلام نشتري راجل واحنا مشارينك واحنا مشارينك لانو اي واحد بيروح يتقدم لوحدة بيقوله لو احنا شارينك واحنا عايزينك واحنا حبينك وبعد كده بيبيعوه اهدوه فاسيبك من الحوارات الاولانيدي عايزين يخش فيه في التجيل على دول مش كده انا برضو كلام دا تقولي يا حج قلتلك دا عصبي ايه ما الكلام اغنيله اغنيله ايه يعني تمنا الكلام معجول شوي يا حج الدول ما اتكلمنا الكلام المعجول في جوازاتك وطلقت بعد شهرين واخر واحدة رفعت عليك خلع محدش بوزها غيرك انت يا حج الدول اه بوزتها بس مشي للجيزة دي خلاص يبلي الجيزة دي حاضر سكت هالمطلوب يا حج الدول ايه المطلوب يا حج عبدالله المطلوب دهب مئة الف جنيه اتفاوض معاه يا حج الدول اماليه اخده عطا اتفاوض معاه احنا بنشتري توك توك ده هدبها على دول مئة الف جنيه معاك يا بويه مئة الفات انت على يدك طب انا مش شغال معاك يا حج هجب منيان وانت اللي حتدفع طب انت لاستك دي على هجسط ايه الهوائل دي مئة الف ويه المطلوب تاني يا بوي المطلوب ان يركب سنتين الواقعين يركب سنتين الواقعين ايو ماليه سنتين بقولك ركبهن يا اخي ماليه سنتين بقولك ركبهن اها جواز هتفشكل عشان السنتين امانو كل ما قولك هتقول لي مرة قلت لي بعد كسر الجصب ومرة قلت لي بعد حصيد الجنب انت اللي مش مقعد تركبهن لي حتدوي ولا اركبهن لك يعني خلفتك ونسيتك يعني كون رايحة عرب ايدي انت بيهن السنتين اركبهن لك انت بطروح ويان اركبلك دي السنتين بعشرين اولف طيب حق جرار براحة براحة بس حاج الدول براحة حاضر نبني الشغال معاك يا حاج الدول انت متكفل داي ايه متكفل بك ناكس تقول لي اعمل لي مساج متكفل بك اوديك الجنب اهم حاجة مشي للجوازة دا اللي يبارك فيه ايه المطلوب من نينة تانية ولا داي المطلوب اه اتجيب لي حسن شاقوش لمر كمان ايه بيععملوا دول اللي بيعغلي بهوايا مين حسن شاقوش وعمر كمان بيغنوا دلا اسمع بس اه بهوايا انت قادة معايا حنيكني يا مرايا يا جمل بريتلين خليكي لو اتمش نديكي انتني يا نانيكي احنا اللي اتنين قطاين لا دي عائلة فريش قوي لا احنا عشان بياخدوا كتير دولة يا ابوي دولة باجوا في التلفزيون يكون سعرهم غالي انا انا هزبط لك الفرح انا جاي بحسن سيكة بياخد ميتين وخمسين جنيه وبيتعشى كمونية وبيتزبط الفرح لا ينفاش يا حسن شاقوش وعمر كمان ماك فلوس يا ابوي لحسن شاقوش ولا عمر كمال دلا انا معاه يا حاج انت اللي هتدفع وخصمهم مني في الشغل ويه المطلوب من نينة تانية ولا داي اتجاب لي البرنس يطبخ فرصة البرنس اللي طبخ لابو هاشيما ليه اما الابوي اما الاختك ياسمين صبري ايه الهواي اللي علانه على الابونة دي يسر يا حاج معاه قلت لك ده عصب اللي يبارك فيك لطبوه في الجيزة ازاي ايه الهواي اللي علانه على الابونة البرنس يا جيزة يطبخ لك امتى اما انا يا حاج يتضوي بس ليه ما يطبخ ليش انا اه ليه ما يطبخ ليش انا يا حاج يتضوي يطبخ لك ازاي وانت بتكوح طاقيتك بتقول لك يا رحمكم الله انت حيلتك حاجة انت لابسي جلبي على حمار انت الكالسول اللي قبسي ليك ستة شوق يطبخ لك البرنس ويه المطلوب من نينة تانية ولا داي احاوز قودة نوم ايطالي حتلي قودة نوم ايطالي يا حاجة الديو البت تستاهل ازاي بوي أيزك ten انا نايم على كنابتين خشب عتل اجيب لك انت ايطالي ليه من الوقت غير الوقتي حاجة الديو وقتك ضلق غير وقتي انا طب انا ما لي ابوي بيك انا ما لي ابوي بيك اجيب لك قودة ايطالي واركب لك اسنان ليه وما لانا ايه انا ما لهم معلك يا بوي لما شرطة اللي متكفل بي يا حج الضوي طول عمره هي بتكفل بيك يا عناي مش شغالي مات يا حج الضوي متكفل بيك اجيب لك البرنسو حسن شاكوشة ناه ويه المطلوب تاني مني ناه المطلوب انك تتركب لبانيو وصراميق وانوار تركب لده بانيو؟ اه طب ده لسا ضالع مطر عدلوك وانوار لا بقول لك الجوازة دي مش هتتم قلت لك يا حج الضوي مشيها الجوازة يبارك فيه مشيها ازاي يا بوي وبدعت بحسن شاكوشة انتهت بالبانيو ومشيها ازاي؟ قالت مشيها معاه ومشيها لكن انا بارك الله فيك انا بنرد عليك معاك فلوس بنيوهات يا بوي ماي منين يا حج انا مش شغالي ابو انت لو ركب لك بانيو كنت فيه سمك بانيو ينفع معاك انتاك الكلام اخضو عطي يا حج بارك معاك فلوس للجوازة دي انا مشيها طمال على كده يا حج بارك وحد فشكل الجوازة دي وانا فشكلها مالي ومالات انا جاي معاك دي مش منزوم منك يا حج وشغالي معاك وطول عمرك بقولي انا الحجوزك يا عبد الناصر انا الحجوزك يا عبد الناصر ايه يا جوزك انا بيجي يجيب لك كسين توفي عايز ايه مني تاناك اجيب لك اوضة نوم ايطالي واجيب لك حسن شاكوش انا قم يا اخي قم مش خشبك الفات قم انا بقى نجيك يا حج والرد عليك بقى اشوف لها واحد هتلاقي يجيب لها حسن شاكوش ويجيب لها البرنس يطبخ لها خلاص اول يا حج يسر ولا تؤسر يسر ولا تؤسر بيحلم دي بيحلم جيبني عنده واحد بيحلم بيحلم بيك تميت عليهم وين دول يا بول بيحلم ياكوش انا حارف بوزت الجواز يا حج دوي انا بوزت جوازات حلاص بوزت جوازات ازاي معاك فلوس انت اجيب لهم البرنس واجيب لهم شاكوش واجيب لهم مش عارف مين معاك فلوس روح لهم ما انا قلتك اتكلم مع اخوها براحة يا حج دوي وانا اتكلم مع اخوها يا اخي براحة انت اه يعني اه هتاخد ياسمين صبر انت البرنس يا يجي يطبخ لها وهشوفت الوضع يرني باسناني اهي وهشغال معاك انت موجود لك من زمن ركب هللي وانا ركب هللي يعني خلفتك ونسيتك جلها جوم عاصر جعلهم مجيبنيش تاني في جوازات ومال حمشي مين تاني انا لاجيلي حدا مشي جوازة لي غيرك انت عشان شغال معاك يا حدوي محدش وقف حال بنات غير الامير ده هاد دي وهاد دي والجيب مين وده يطبخ ده ما يطبخش يأسر ولا تأسر يا اخي شايفش اخوها زيبت تانك علينا كانت كده انت اللي مش عايز تصرف انت علي اصرف عليك يا اخي وقلت لك كله هيتخصم من شغلي طيب اللي بيلا 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 بايب يا حدوي